اكد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان اطلاق مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لوسام الملك حمد للتعايش السلمي يعد مبادرة رائدة وطموحة تعكس نهج جلالة الملك المفدى القائم على نشر وشائج المحبة والسلام بين الجميع على المستويات المحلية والاقليمية والدولية ونوه معاليه الى الاهداف التي يقوم عليها اطلاق هذا الوسام لتكريم خيرة الشخصيات والمنظمات العالمية الداعمة للقيم الانسانية النبيلة التي تتبنها مملكة البحرين لافتا معاليه الى ان العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه زخر بالعديد من المبادرات والمشاريع الاستثنائية التي اسهمت في ترجمة رؤية العاهل المفدى الداعمة للسلام والتسامح والانفتاح على الاخر مشيرا الى الدور الذي طلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي منذ انشائه كمنارة لنشر رؤية جلالته ايده الله وابراز منجزات مملكة البحرين ونجاحاتها في مجال التعايش والتقارب بين الطوائف والاديان اشتركوا في القناة